هكذا رئيس هيئة النزاع حيدر حنون عزم الهيئة على تقديم كبار الفسدين إلى العدالة مهما على شأنهم وأيضا عزمها إعادة الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة مشيرا إلى أهمية السعي لإصلاح المنظومة الرقبية لكي تؤدي مهامها دون محابات أو مجاملة ولفت حنون أيضا إلى أهمية أن يلتمس الأهالي خطوات الهيئة الجديدة لمكفحة الفساد والتأكد من عدم تعرضهم للابتزاز والمساومة خلال تقديم المساعدة كما شدد حنون على زيادة وتيرة عمل مديريات ومكاتب تحقيق الهيئة للحد من الفساد المتغلغل في مؤسسات الدولة